بعث رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي برقية تهنئة إلى البابا توادروس ثاني بابا الإسكندرية وباتريارك الكرازة المرقوسية بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد وأعرب مدبولي خلال البرقية للبابا توادروس ولجميع الإخوة الأقباط عن أخلص التهاني القلبية وأطيب التمنيات بهذه المناسبة وعبر رئيس مجلس الوزراء عن تمنياته بأن يعيد الله عز وجل هذه المناسبة على البابا توادروس بموفور الصحة ودوام التوفيق وعلى وطننا العزيز وشعب مصر العظيم بالخير واليمن والسلام